تشينت في المنطقة الشرقية مشروعات للطرق تربط بين مدن ومحافظات المنطقة بقيمة تجاوزت نصف مليار ريال نتحدث بمزيد من التفصيل عن هذه الطرق مع مراسل الأخبارية في المنطقة الشرقية خالد الجناحي ألم بك خالد تتواجد الآن خالد في ما يسمى بطريقة محدرية إذن أبرز هذه الطرق خالد والمحافظات التي اجتملت عليها هذه المشروعات نعم أحمد بداية دعني أقول أن معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية كان في مدينة الدمام بدأ سلزلة أعمال ابتدأت منذ يوم أمس اليوم كان لديه خمس محطات نحن نقف اليوم الآن في المحطة الرابعة في مشواره في سلزلة التفقدات التي أجراها انتقل من هنا من طريقة بوحدرية إلى مطار الملكفاد الدولي بالدمام الحقيقة الذي جرى الحديث عنه من قبل وزير النقل والخدمات اللوجستية مع من التقاهم سواء قطاع الأعمال ممثلا برجال الأعمال أو في إمارة المنطقة الشرقية مع سمو أمير المنطقة أو سمو نائبه كان الحديث عن منظومة النقل منظومة النقل الأحمد مؤثرة في الإنسان أي أن كان داخل حدود الدولة مؤثرة في اقتصاده في حياته في حياته بشكل عام الحصرا أو الحدث الأبرز يتحدث عن تجشين مشروعات بنصف مليار ريال طرق المنطقة الشرقية تبلغ 8400 كيلو متر ألف منها قيد الإنشاء وبقية هذه الأطوال جميعها خاضعة للصيانة معي المهندس أحمد الغامدي مدير عام فرع الوزارة في المنطقة الشرقية مهندس أحمد حدثني عن هذه المشروعات التي دشنت وأنت تشرف عليها في المنطقة السلام عليكم في البداية أشكرك خالد على هذا اللقاء فعلا تم اليوم وبحمد الله تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير منطقة الشرقية وحضور معالي الوزير وأصحاب المعالي من منظومة النقل تجشين سبع مشاريع بقيمة أكثر من نصف مليار ريال عدد المشاريع هذه سبع مشاريع تحتوي على عشر جسور و125 كيلو متر موزع على محافظات الحاضرة في منطقة الدمام وفي محافظة العساء والحمد الله هذه الطرق سوف تضاف إلى سلسلة أطوال الطرق في المنطقة الشرقية وعلى مستوى وزارة النقل وذلك إن شاء الله أنه نضمن الريادة في مؤشر الترابط المدن وهذا مؤشر عالمي المملكة العربية السعودية خذت المركز الأول وإن شاء الله نحافظ على الريادة فيه وبالنسبة للجودة الطرق إن شاء الله نستهدف الرقي بالرقم الجودة الطرق وإن شاء الله نستهدفين في عام 2030 الوصول إلى الرقم 6 عالمية بإذن الله أعطيكم العافية منس أحمد أحمد بقي أن أقول أنه نحن سألنا الوزير ولدينا مادة ستذاع بإذن الله قريبا تحدثه عن أمور كثيرة وربما هناك أخبار سارة لها للمنطقة الشرقية منها تشغيل خط سككي النقل بالقطار بين الدمام والجبيل وهذا سيخفف العبع على طريق الجبيل كل هذه موضوعات حيوية تمس أهالي المنطقة بشكل عام وهذا الطريق هو رابط دولي بين المملكة ودول الشام حتى نهيك يربط مباشرة مع دول الخليج ولكن يصل أو يؤثر بالانتقال إلى الأردن أشكر مراسل الإخبارية من المنطقة الشرقية خارد الجناحي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك